بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا يا سادة احنا الجلساء اللي احنا بنتعامل معاهم انواع كتيرة بس الجليس ده بالذات جليس خافي شوية ومش قادرين نمسكه لكن هو في نفس الوقت الجليس ده ملهب للحياة يخلي الحياة كده شكلها وكأنها بتتحرك وبتمشي بسرعة لكن هو في الحقيقة بيحرق حاجات كتيرة فينا وبالذات في الوقت اللي احنا فيه ده بالذات في وقت مليان فردانية ومليان تشكك ومليان مظلومية ومليان احباط هو مين الجليس اللي بيعمل كده ده مين الجليس اللي بيخلي حياتنا متأججة الجليس هو التنافس المتوحش انا بسميه كده التنافس المتوحش التنافسية اللي احنا عايشين فيه فيها دلوقتي دين تنافسية مش طبيعية بس يجاد يكون كل واحد فينا عنده تنافسية في مجال عمله تنافسية حتى في البيوت تنافسية حتى في كل حاجة وإحنا نكلم مع حد عزيز علي أو حبيبي وتلميزي وابني بنتكلم معاه عن إزاي هو شايف التنافسية السيد عبد الحميد مرزوء إزاي حضرتك إزاي حكا سيدي أهلا وسهلا يعني إيه تنافسية وإنت مجال عملك مليء بالتنافسية هي الحقيقة فيه التنافسية فيه منها التنافسية إيجابية وتنافسية سلبية بمعنى أن الواحد لما يلاقي حد في نفس مجال عمل بيقدم شيء مثلا في مجال عملي أنا شيء كرياتف شيء فيه إبداع فأنا أشوف حاجة زي دي ويبقى فيه غيرة وعايز أحسن من نفسي وأقدم حاجة أحسن كمان من اللي أقدمها فده شيء لطيف وبيفيدنا كلنا في مجال واحد ولكن فيه طبعا تنافسية تانية هدامة زي في بعض الأحام بتبقى تنافسية الأسعار مثلا أن واحد ينزل يحرق السوق بسعر عمشان يلم زباين ويوقف بقية المنافسين بتوقعه لغاية وقت معاينه وبعدين بيطلع بالسعر تاني لأنه هو ما بيقدرش يفضل ماشي على نفس السعر اللي هو بيحرق بسهو ده فترة طويلة ففيه الإيجابة وفيه السلبي إيه مجال التنافس اللي انت شايفه مجال مقبول يعني انت بتشغل في السوشيال ميديا مثلا إيه مجال التنافس اللي شايف التنافس فيه ممكن إيه المجال اللي ممكن التنافس فيه بقى مقبول الحاجات اللي فيها نوع من أنواع الإبداع يعني لما الواحد يعني في شغلنا مثلا بيتعلق بحاجة كبير بالصورة اللي بتتقدم فلما واحد يعمل صورة شكلها حلو فالواحد تاني بيعايز يعمل صورة أحلى وواحد تاني بيعايز يعلي على الصورتين الأولانيين فده شيء بيبقى مفيد لنا كلنا سيد عبد الحمين معليش على التنافس ممكن يتحول لصراع؟ ممكن يتطلع أكيد يعني لو أنا مش شايف المنافس بالصورة دي هيبقى بالنسبة لي صراع وهيبقى شيء هدامي يعني أنا لو بشوف حتى بيقدم حاجة أحسن مني فأبدأ أتدايق ويبقى فيه صراع ما بيني وما بينه طب ما هو ده أنت المفروض تتحسن الخدمة اللي أنت بتقدمها أكتر منه بس ما مش متدايق منه هو كشخص وكل واحد بيحاول يقدم أفضل ما عنده في رأيك إيه الحاجات اللي ممكن تخلينا نحافظ على التنافس الصحي بعيد عن التنافس الهدام؟ يعني أنا بحس أنه دايما لازم يبقى فيه نوع من أنواع الحدود سواء حدود رسمية أو حدود اتفاقية أو حدود يعني ممكن زي في بتهالي في مجال الاتصالات بالشركات بتبقى متفقة على سعر معين لدقيقة ممنوع حد ينزل عن السعر ده فبيبقى فيه اتفاقيات اتفاقيات دي طبعا بيبقى يسهل طول ما فيه حدود طول ما الناس عارفة احنا أخيرنا فين ما بيقاش فيه حد بحاول يقصر الحدود دي ويعمل مشاكل ما بين المنافسين لبعض سيدة عبد الحميد أنا كنت سعيد جدا جدا بيجودك معنا وإن شاء الله ربنا يجنبك التنافس الشرس المتوحش ويخليك دايما معه للتنافس الصحي ويجعلك إن شاء الله في خير وصحة وسلام شكرا يا سيدة عبد الحميد شكرا يا سيدة عبد الحميد احنا عملنا شوية دراسات كده من الدراسات دي نتج عندنا شوية نتائج كده بنعملها وصحيح الأبحاث دي ما توسعناش في البحث فيها لكن بالبحث كده لما نتكلم عن عينا فيها 300 شخص أو 400 شخص فوجدنا حي غريبة قوي إن الناس مش بيعيشوا إلا 4% من حياتهم والباقي من حياتهم عايشينها في حيات الآخرين وده سبب السمات السبعة اللي احنا كتير اتكلمنا عنها في البرنامج اللي هي كسرت الفردانية وكسرت المزاجية وكسرت التشكك وكسرت الإحباط وكسرت المظلومية وكسرت الحساسية وكسرت العشوائية فبيجي إحنا هنا جينا في مناسبات كتيرة تجد الشرع الشريف يقول لك إيه ينبع على التشاح عدى النصف من شعبان قريب فيقول لك إيه إنه يغفر لكل الناس إلا المشاح وييجي مثلا في ليلة القدر إنها كان حضرة نبي خارجي يخبرهم وبعدين إلا حاصل أخفية بسبب المشاحنة ففي النصف من شعبان اللي إحنا كنا نتكلم عنه أن الله سبحانه الله يتطلع على الناس فيغفروا لكل الناس إلا لمشاحن أو مشرك ففي الحقيقة إحنا بنعيش شيء يسلم مننا حياتنا وعندنا ست مجالات في حياتنا إيه اللي بيسلم مننا حياتنا التنفسي اللي بنقول عليها دي طيب إيه المجالات اللي عندنا؟ عندنا زواتنا ذاتي ذاتي أنا وعلاقتي بالله وعند الأسرة وعند العمل والعلاقات والمستقبل والسعادة ست حاجات عارفيني الست حاجات دي كلها بتأكلها التنفسي بتتآكل من سبب وحش أصبح ليه هيبة علينا في حياتنا وهو التنفسي والتنفسية توحشت في عصرنا دا نلاقي الزوجين مثلا كل واحد منهم يحاول يخلي الآخر لما يقولي بقى في إيه في جلسات الإرشاد الزواجي كل همه إن يخلي شريك حياته هو المخطئ هو سبب مصيبة هو الشيطان هو الشيطان اللي تسبب في خراب البيت وهو اللي عمل دا كله وهو اللي تسبب في ضياع الأولاد وهو اللي تسبب في جبش إن هو جلب لنا الشر لغاية البيت ويحاول بشتى الصور إن هو انتصر لدرجة إن البيت أصبحت حلبة مصارعة حربة مصارعة وحلبة ملاكمة وكل واحد فيه ما عايز يدرب التاني ويكسب بالنقاط مع إن الله سبحانه وتعالى قال وجعل بينكم مودة ورحمة ضعت المودة والرحمة في التنفسي مين اللي الرأيه صح وكمان بنعلم الولد وهو في المدرسة وهو في عياته إن مش هنحبك إلا إذا كنت الأول حتى وإن اعتدين على قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى يحب الأخي ما يحبه لنفسه فالولد عايز يزداد حبه فيكعب لصاحبه ويخلي صاحبه يقع في مشكلات عشان في الأخ خالص يطلع كهه وحتى المرأة إيه اللي حاصل؟ المرأة بتفضل تعمل كده وتفضل تقارن جزء بالآخرين ويفضل الزوج كمان يقارن زوجته بالآخرات إحنا بنعيش منافسة متوحشة وهنا يأتي بقى كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرناه فيما يتعلق بالنصف الشعبان إلا لمشاحن وهنا يقول صلى الله عليه وسلم وهو بنبهنا إلى هذا الوحش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف علينا فقال لنا إيه؟ ما الفقر أخشى عليكم؟ ولكن أخشى عليكم أن تبصد الدنيا عليكم كما بصد على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أنا ربيض الفقر بتاعنا ده أن الواحد ما يبقاش معه فلوس قال له لا الفقر هنا مش أن الواحد ما يبقاش عنده مال الفقر هنا فقر قلوب أن القلوب ما تكونش مفتقرة لله سبحانه وتعالى لأن الفقر ممكن الناس تعيش به لكن الفقر اللي الناس لو وجد ما تقدرش تعيش هو فقر القلوب المنافسة من السبيل للنجاح على فكرة لأن قيمة المرء بما يحسنه والمنافسة بمعنى إقاع الأخرين وكعبلتهم ومنعوهم والاعتداء عليهم والله السخار في الدنيا مش هي دي اللي جات في قولي تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون المنافسة اللي جات في هذه الآية معناها أن أنا أشوف الطريق إلى الله وأجعل الشخص اللي أحسن مني نقطة في السبيل أو خطوة في السبيل إلى الله فكل واحد فينا بيتقدم نقطة لما يشوف أخوه والنموذج اللطيف بتاع المنافسة الحقيقية اللي كانت مذكورة في الآية هو سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر لما سيدنا أبو بكر جاء بكل مالي وسيدنا عمر جاء بنصف مالي فشاف سيدنا أبو بكر جاء بكل ماله فقال لن أستطيع يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك حضرت النبي قال له ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قال سيدنا عمر والله لا أسبقك إلى شيء أبدا هي دي المنافسة الحقيقية يبقى هما الاثنين راحين لله فسيدنا أبو بكر سبقه يبقى المنافسة بتاخدنا إلى الله إنما بقى في طريق النفس الأمارة بالسوء بتلهب القلوب وتعمل إيه؟ وتقدر العيش والواحد يبقى حاسس إنه فيه حاجة نقصها أنا مش هقدر أوصل للسعادة إلا إزاقيت قبل فلان فلازم أمنعه ده واقف في طريق سعاتي بيقول كده واقف في طريق سعاتي مش هياخدني إلى الله لا بواقف في طريق سعاتي إذا كان سبقني وبنعلم أولادنا ده بنعلم أولادنا ده مع ابن عمته مع ابن خلته بنعلم البنت مع بنت خلتها ويفضلوا في هذه المنافسة الشرسة فيفقدوا إنسانيتهم من الصغر اعرف إن حياتك هتفسد لو إنك إنت فضلت في هذه المنافسة وأنا أعرف إن في الإرشاد الزواجي إن أول أزمة أنا ما سميها أزمة المنافسة منافسة على إيه؟ منافسة على حاكتين مين اللي يقود البيت؟ ومين المعيار؟ أنا أعرف ناس عاشوا عشرين سنة وهم لسه في سنة أولى جائز لأنهم لسه في هذه المنافسة مين اللي يقود البيت؟ مين اللي يسوء؟ ومين كمان اللي إيه؟ المعيار الحياة هنا هتتحول إلى صراعة بس خلينا أقول لكم الحياة 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 من الصراعة والحياة ليست منافسة أول حاجة بيتعلمه المتطرف إن إيه؟ إن الحياة صراعة صراعة ما بين الحق والباطل أنا عارف إن بعضكم دلوقتي يقول لي طيما الحياة صراعة ما بين الحق والباطل وصراعة ميدنا وصراع ما بين الشيطان وبيننا وصراعنا ما بين أنفسنا أمره بالسوق لا هو الحياة مش كده الحياة دي نعمة والتفكير ده بيفسد الحياة احنا بنحافظ على نفسنا لما الشيطان يجم علينا لكن مش ممكن نكرس حياتنا كلها للشيطان وعشان كده قلت لكم الناس بتعيش 4% من حياتها و 96% بيعيشوا في الحياة التانية فيه ناس عايشين حياتهم كلها يسرعوا الشيطان احنا الشيطان عندنا إن كده الشيطان كان ضعيفا ما يشغلناش ولا نفسنا أمره بالسوق احنا مش موجودين عشان نقاوم نفسنا أمره بالسوق احنا بنقاوم نفسنا أمره بالسوق لما نفعل الخيرات علشان كده بعض الناس لما بيعيشوا في هذا الصراع بتلاقي بعض الناس بيقولوا احنا زعلانين من ربنا ليه كفال للشر يا ولدي علشان سيبني في هذا الصراع اه والله الناس كتير بتقول إن ربنا سيبني في الصراع ده ليه ليه نيجي في حياة كده ملينا بالصراع إن الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكرنا أونسا وهو مؤمن فلا نحيانه حياة طيبة نعمة نعمة تاني مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمة الحياة نعمة فالحياة نعمة طالما أنت شايفها من عند الله فتلاقي النعمة دي مكتوب عليها إن الله كتب الإحسان على كل شيء لو إحنا حبنا بقى إن احنا نعرف إزاي نتخلص من هذه المنافسة لنتعرف إن لله سبحانه وتعالى في أيام داهرنا للنفحات يبقى لازم نبوص إزاي على نتعامل مع هذه المنافسة إيه اللي حاصل نتعامل إزاي على إن هذه المنافسة تتلاشى حضرت النبي قال لنا ألا أدلكم على شيء إن فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم والمسلم من سلم المسلمون من لسان والمؤمن من أمناه الناس يعني إيه السلام خريكم أهل سلام يعني إيه خليكم أهل سلام كل واحد فيكم يبقى سلام على آخر حتى وإنتوا بتتنفسوا يعني كل واحد فيكم بيساعد التاني ويعلموا عشان يوصل إلى الله طب نعمل إيه عشان نوصل لده أقول لكم شوية إجراءات سهلة تعالوا نشوف الحياة من عند الله فلما نشوف الحياة من عند الله أول حاجة حدد أنت يا ربنا أقامك في إيه أنت يا ربنا أقامك في إيه أنا يا ربنا أقامني في عرض المعرفة أنا عارف أن أنا شاطر في عرض المعرفة مش أنا اللي قلت هم قالوا لي فجيت أعمل برنامج عشان أعمل إيه عشان أقدر أعمل ده يبقى أول حاجة على طول بص على النعمة أن ربنا أده لك بص على النعمة اللي أنت يا ربنا أده لك وابتدي بالرضا ابتدي بالرضا ارضى بالنعمة دي ومعنى أن أنت ترضى بالنعمة دي أن أنت تنطلق من النعمة فتنطلق من النعمة مش أنت تنطلق من النقص عارف اللي بيخلينا تنافس حاسين ان احنا اهل نقص قال لي تابوا الاحتياجات اللي عندي الاحتياجات مش نقص الاحتياجات حافز عشان تعيش افضل لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكان يومه كامسي فهو مغبون يبقى انت انطلق من النعم اللي ربنا انا عم عليك فيها وتقدم للامام وشوف الناس عشان تتقدم للامام يبقى اجمع امرك واحمد ربك اجمع كل امرك بقى وشوف انت شاطر في ايه وتوكر على الله واحمد ربنا سبحانه وتعالى عن نعم الحية التانية توقف عن المقارنة يعني ايه توقف عن المقارنة في فرق انك انت تقارن بينك وبين الاخرين وان انت تتعلم من الاخرين اتعلم من الاخرين يعني اتعلم من الاخرين الشخص ده شاطر في ده فاتعلم منه مش ان انا اقارن نفسي بيه لان انا لو قارنت نفسي الناس عاي تجي بقى تزعل من الكلام ده ما احنا عشين طول عمرنا بنقارن نفسنا دي لا وزاك حدث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا اذا كنا عايزين نمشي في حياتنا ننظر الى من اقل منا يعني ايه يعني ناخد حافظ ان انت عندك نعمة وانطلق بهذه النعمة تاني حاجة ايه ما تقارنش بينك وبين الاخرين ما تمدش عينك لما فضل الله سبحانه وتعالى ببعض الناس وعيش انت في النعمة اللي ربنا ادهالك ساعتها هتحس بحلاوة وانت عدوا نعمة الله اللي لا تحصوها ابتدي ما تقارنش توقف عن المقارنة بينك وبين الاخرين لكن تعلم من الاخرين وفيه فرق فرق كبير قوي ان انت تشوف الناس دي كتب وصحائف بتتعلم منها مش ايه مش حد بتقارن نفسك بيه فتسرعه ولازم تسبقه وتكسره اتعلم الدنيا مفتوحة واحنا عندنا ناس تجار بعضهم انتقلوا وقدمونا نموذج رائع في مسألة ان هو يتعلم من الناس وشأ طريق لنفسه كده اللي هو كان متقنه شأ طريق لنفسه ومشي فيه وما قارنتش نفسه بحد وما احتجش ان يعمل احتكار لكن شافه هو متقن في ايه وشاطر في ايه واستمر فربنا اكرمه وراح فتح عليه ابواب الخير فالناس كلها بتذكروا كرمز من رموز اه التجارة يبقى احنا لازم نفهم ده هو فيهم نقطة قوته وحمد ربنا عليها وانطلق منها وما قارنتش نفسه بغيره فما رحش في الحتة للزحمة وقيمة المرء بما يحسنه ان الله يحبه اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه فاستمر كمان كمان انت لازم تعرف ان المستقبل سمي مستقبلا لان بيستقبلك الله سبحانه وتعالى يعني ايه الله سبحانه وتعالى امامك والمستقبل اسمه المستقبل لان انت بتستقبل وجه مولاك مش حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا عبدالله ابن عباس ايه استعني بالله تجد وتجاهك فما تخافش من المستقبل كمل واقبل على الله واعمل كده وحشان تسعد مثلا في بيتك ندرب لك مثل لو طب�ت ده في بيتك ارضى ارضى بالصفات الحسنة في زوجتك ارضى بالصفات الحسنة في أولادك وتنعم بالنعمة اللي ربنا أنعم عليك بيها وفي نفس الوقت ايه اللي حاصل وفي نفس الوقت عيش وما تقارنش أولادك بأولاد غيرك وما تقارنش زوجتك بزوجة غيرك وعيش معاهم بالنعمة وبعدين ايه اللي حاصل اعرف ان المستقبل الله سبحانه وتعالى ما جعله مستقبل وما جعله خفيا إلا ليملأ قلبك بحلاوة ماذا؟ ليملأ قلبك بحلاوة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر ويرزقه من حيث لا يحتسل عشان كده خلي اللي بينك وبين أهلك كمان سر خلي سر بينك وبين أهلك لما تحس كده أن أنتم محتاجين مقارنة أو محتاجين أن فيه منفسعته شارسة تفسد عليكم أحوالكم خلي فيه سر ذكر نفسك وأولادك به عشان تتعلقوا بالله سبحانه وتعالى ومحدش يخدكم للمنفسة المتوحشة زي إيه؟ زي أن أنت تقول يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سعدي ويا سندي أنت وحدك ما ددي عيشوا في السعادة اطردوا هذه المنفسة اللي بتجلوكم من الغم والهم والمخاوف والقلق والكآبة عايز تتخلص من ده سيك من المنفسة عيش بالنعمة ودايما تطور نفسك بالتعلم من الآخرين وخلي بينك وبين الله سر وتعلق بالله سبحانه وتعالى هتجد المستقبل مليان بالعطاية ومن يالم بنور يا رب جعلنا من أهل الرشد من أهل التوفيق وما تصلطش نفسنا نأماره بالسوء علينا عشان تخدنا للمنافسة المتوحشة بعد الفاصل نلتقي بيكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا فانتظرونا راجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة واللي بنخصص لها الوقت اللي احنا بيقزي حلقة النهاردة كده عشان نجاوب عليها وكمان بنتلقى ترشحاتكم لبنامج ترشحاتكم لحلقات الجليس وكمان بنتلقى عليها تطبيقاتكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي مشرحه من مدخل حضاري أول سؤال عندنا من حساب حياة بيقول السؤال الكلب اللي بيتربى في البيت ينفع اتصلي في أي مكان هو راح فيه في فرق ما بين المكان اللي بيقض فيه الكلب اللي هو زي بيت الكلب اللي هو بيكون فيه كتير من الأشياء اللي ممكن تكون جالبة نجاسة أو أن يكون أنه عدى بس فتعديته إذا كان المسألة جافة وما فيش أي حاجة فما فيش منع أننا أصلي في المكان اللي هو عدى فيه لكن لابد أن احنا نقول كده الاحتياط ضروري جدا جدا في أن احنا نجعل مكان ما بيدخلوش الكلب ده وهو المصلى يعني مكان كده نخصصه للصلاة ما يدخلوش ويبقى هو المكان ده لكن من جهة الصلاة لا ينفع أننا أصلي فيه مجدام المكان ده وات مش ناجس وإذا قلنا احنا بنفتي بفتوى أن الكلب كله طاهر لأن كل حيوان طاهر على ما قالته السادة الملكية يبقى هو لو عدى من مكان وما فيش أي نجاسة كانت في قدمه أو ما فيش أي نجاسة نزلت منه ويبقى المكان ده تجوز أننا نصلي فيه ولا تبطل الصلاة إذا أنا صليت فيها يبقى ده السؤال أول لكن احنا بنحب ننبه إلى مسألة ماذا أن خلينا نخلي في مكان ما بيدخلش في الكلب عشان يبقى هو ده المصلى اللي احنا بنصلي فيه السؤال التاني من حساب الحاج عبد الجواد بيقول يا شيخ في مبلغ من المال في البنك يصرف منه كل ثلاث أشهر للاستعانة يعني بيجي الريع كل ثلاث أشهر لاستعانة به في الصرف للحياة يعني بينفق منه حيث إن الدخل لا يكفي وهذا المبلغ بالغ النصاب فكيف أخرج الزكاة المال إذا كان ده وقت على الوصف اللي حديك بتقول ده يبقى بتطلع عشرة في المية من الريع عشرة في المية من الريع يعني إيه عشرة في المية من الريع كل ما يجي لك المبلغ اللي بيجي لك كل ثلاث أشهر ده نفترض إنه هو سبعمائة جنيه يبقى تطلع منه سبعين جنيه تلتمائة جنيه تطلع منه تلات تلاف جنيه يبقى هكذا يبقى نطلع عشرة في المية من ماذا منها عشرة في المية من الريع يبقى 700 تطلع 70 3000 تطلع 300 هكذا تطلع 10% من الريع يبقى تطلع 10% من الريع والفتوى مش انك انت تطلع 2.5% على المبلغ وعلى الريع لا تطلع من الريع كل 3 تشو ما تستناش لان فيه خطأ بيعملوا الناس يستنوا الاخر السنة ويطلعوا 10% لا يطلع 10% من الريع كل ما يجيلوا الريع ده طيب السؤال اللي بعد كده سؤال من حساب ما يوش بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايزة ده حساب فتاة عايزة اسأل حضرتك سؤال فيه ناس بتاخد الاية الكريمة يا ايو الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا حج للتعارف على الفيسبوك او واتساب ده صح ولا غلط او شوية بس احنا محتاجين ايه لو انا فهمت السؤال صح وانا اقول لكم على اللي فهمته صح واقول لكم على المعنى اللي ممكن يؤخذ به الاية هما بيقولوا ايه ان الناس بياخدوا الكلام ده عشان الناس يكون بينهم علاقة هذه العلاقة مبنية على ان هي تعارف تعارف يعني ايه عنا تعارف عشان ندخل للجواز لا احنا هنتعارف عشان نتعارف فاذا تعارفنا وكل واحد فينا اتبسط من التاني نتجوز لا كده غلط يعني ايه نبسطنا مع بعض كل حاجة لازم لازم ندققها فيها شوية ليه بقى اقول لكم شوية حاجات احنا شفناها في الفترة الاخيرة دي ايه اللي حصل في فترة الاخيرة ان التعارف ما بقاش تعارف ده بقى سيولة في العلاقات يعني ايه سيولة في العلاقات ما تستعجلوش بقى سيولة في العلاقات ايه سيولة في العلاقات يعني في حد بتعرف على حد فالدنيا بتسيح وما فيش ضابط فازاي واحد بتعرف على حد ولا فيه ولا فيه خطوبة ولا فيه لان التعارف ده ما لوش اي علاقة خالص بمراحل الزواج يعني لا هو زواج ولا فيه عيس ما نص الزواج ولا اي حاجة فبيحصل ليه ما بين الناس خد بقى من الأسرار ما احنا بنتعرف بقى فتقوله كل أسرارها حتى المعاصي اللي هي سترة نفسها فيها تقول ما احنا بنتعرف بقى ما ايه اللي حاصل بقى ما أنا لازم كل حاجة تبقى شفافية اه الشفافية ما تعنيش ان انا اكشف عوراتي ده حرام ان انا اكشف عوراتي وكمان عوراتي الباطنة لحد تحت داعي ايه التعارف و ايه اللي حاصل ربنا ربنا امر بالستر مش امر بالتعارف اللي فيه كشف العورات انا اتكلمت عن كشف العورات الايه المعنوية لكن ده كمان فيه كشف عورات حسية كمان فالتعارف اللي غير منضبط بالحدود ده ده ما سموش تعارف ده اسمه ايه ده اسمه سوء استعمال لوسائل التواصل تاني كده وسوء الاستعمال لوسائل التواصل ده قد يصل بنا الى حد الحرام احنا بنتكلم على ان وسائل التواصل غلط لا بنتكلم على اني ان الناس تعرف بعضها غلط لا ما الناس بتعرف بعضها في الجامعات بتعرف بعضها في الجامعات يعني ايه بيبقوا زمله في الجامعات زمله في الجامعات يعني ايه عارف اسمه واسم والدته وعارف لأنه شفت شهادة ميلاده وعارف شاطر في ايه او ده تعارف ونتعامل مع بعض بالأخلاق وبالضوابط الشرعية اه ده زي الفل نيجي بقى ندخل بقى في التعارف التاني بقى التعارف اللي حصلت فيه سيولة ومينفعش المفتي يا جماعة يكون مغم عن ايه ما ينفعش المفتي يغم عن ايه عن السيولة السيولة التي حدثت في العلاقات سيقوله في العلاقات يعني ايه ييجي حد يشتكير يقوله والله احنا كنا في التعارف وبعدين انا يبدو ان انا وقعت وقعت في معصي اه وقعت في كبيرة لأ نخلي بان التعارف اللي من هذا النوع لا حرام لكن التعارف ان انا بتعرف على حد لقاء ان احنا بنبتدي عملية الخطوبة فبنتعرف في الحدود حدود الاعراف وزيك الكلام هنا بيبقى بالمعروف يعني ايه بالمعروف هنا بقى بتنفعنا جدا جدا التقاليد والقيم يا سلام هنا بتتريحنا شوي بتريحنا ليه بدل ما حد يطلع يقول لنا سد الزريعة وما حدش يعرف حد والاختلاط حرام وما حدش يعرف حد ويفصل اليسيدي ده عنده تيجي بقى الاعراف وتعمل ايه وتقوم مقام الضابط وزيك لقينا ايه يبقى هنا العادة محكمة والاعراف الصحيحة يبقى ايه ناخد بيها يبقى ايه اللي احصل ونأمر بيها ونأمر بيها ليه لانها بتعمل لنا الضوابط يبقى ايه اللي حاصل خذ العفو وامر بالعرف نعمل كده بقى ناخد الاعراف الصحيحة دي ونعتبرها طب نعتبرها ليه بقى لانها بتسهل لنا حاجات كتيرة جدا جدا حصلت لنا من المشكلات في ده فاذا كانت تعارف فاذا كانت تعارف لا اللي بيوصل لنا مشاكل كتيرة اهو ده الطريقة المتزنة لا تقفل الدنيا ولا في نفس الوقت إلا حاصل لا تغلق الدنيا فإيه اللي حاصل فييجي حد يقول لي والله احنا بنعمل مشروع مع بعض وما عندناش الوسائل للتواصل الاجتماعي فجقول له لا ما فيش تواصل خالص لا ما ينشه ينفع ده لكن ما ينفعش في نفس الوقت يبقى عندنا تعارف ويبقى احنا عادين في تعارف فيبقى عندنا تواصل بوسائل فيها كشف العورات لا ما ينفع ده برضو حرام يبقى لازم نحتفظ بماذا بالعرف ليه الشخص اللي بتعرف عليه ده ملوش اي علاقة بي تسمح لي ان انا اكشف لا عورات الباطنة ولا عورات الظاهرة عليه كلام واضح عشان ما يجيش بعد كده نشوف حالات الابتزاز الكتير اللي حصلت الايام تي ابتزاز ملوش اخر يبقى احنا لازم نكون منضبطين في الكلام عن هذه المسألة لاننا ما انضبطناش في الكلام عن هذه المسألة هيحصل عندنا مشاكل كتير جدا فلازم نبص بعين الاعتبار للكلام ده اذا ما ينفعش ان انا افسر الاية بهذا المعنى السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت حضرتك عندي سؤال في زوج كل شوية عار زوجته بأنها زوجة حنانة وأنها من النساء اللي ربنا حرم الزواج منها يا نها رب يض وما انت بتجوزها ليه مع أنها مع أنها ما أثرتش في حاجة معاه بس هو مش عايزها تزور اهلها خالص مع أنهم مش بيتدخلوا في حياته هم في مشاكل حياتهم وما فيش عقل بيتدخلوا في حياة حد وإيه تعليقك على القول ده عامة ان الزوج بيعير زوجته به على أساس انه هو قول من رسول اللي هي صلى الله عليه وسلم لأ حضرت النبي في الحديث لما كان بيرشد الشخص لم يتجوز الحنانة ولا منانة ولا الانانة لأ حضرت النبي بيقول له ايه وهنا التوجيه النبوي محمول على ان من الأفضل ما تعملش كده أما وإنك انت جوزت حد ما يجوزت ان انت لا تسبه ولا تختابه ولا تعيره لأن المعايرة دي سخرية ولا عازه بالله والله سبحانه وتعالى قال لا يسخر قوم من قوم انت كده بتأذيه والأذيه حرام والمعايرة والمعايرة ظلم وانت كده بتكسر بخطرها فاللي بيحصل ده ولا عازه بالله حرام وقد يكونوا كبيرة اذا كان فيه واحد بيظلم حد زي بالزبط كلنا بنحب أهلنا هو مطلوب اننا ان واحد لما يجاوز واحدة تكره أهلها وتفارقهم ومتعرفهمش ده من سوق الأخلاق ده وانت لو كنت طالب من زوجتك ان هي تعمل كده ازاي هتأمن تربي أولادك ازاي طبعا ايه هتعلمهم بعضك هتعلم بعد كده أولادك انهم بعد كده ما يزوركش ولا يشوفوك ولا يحبوا يتعرفوا أصلا انت حالك ايه فاللي انت بتعمله ده حرام ومؤذي ومفسد مش مفسد ليها بس انه مفسد للأجيال اللي بعدها ولزايك لازم تتقل الله سبحانه وتعالى فاصل ثم نواصل مع حضراتكم إجابتنا على أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا سؤال من حساب يقول سلام عليكم عاوزة يبقى بنت عايزة أعرف حلال الارتباط ولا لا ولو مش حلال عايزة آية قرآنية تدل على كده من الارتباط ده قصة وقصة بين عليه يعني الليه طيب واضح إنه رايح جاي الارتباط ده أنا حللت الاستعمالات المعاصرة لكلمة الارتباط أنا أعرف أنا بابتسم ده لأنها كلمة كده فيها عدم عدم ثبات يعني كلمة الارتباط دي الارتباط ينفع عندنا يطلق على الجواز أنت مرتبطة ولا لا يعني متجوزة ولا لا أو مخطوبة على قال فيطلق على درجات الخطوبة والجوازة دي أول اطلاق الارتباط الارتباط التاني أنت مرتبطة أو أنت مرتبط مرتبط يعني إيه؟ يعني عندك ارتباط يعني مشغول بحد عندك إحساس تجاه حد أو ميل تجاه حد والمفتي لازم يفعلها فاهمة والإيه اللي بيحصل في الواقع مرتبط كمان لا ده في حاجة تالتة استعمال تالت فلان مرتبط مرتبط يعني إيه؟ هو في علاقة والعلاقة ديت مش مستقر فيستخدموا لفظ مرتبط بدل من متجوز يعني أنا مرتبط يعني مرتبط يعني وكأنه بيقول إن الجوازة مش في أحسن حالتها وإنتوا شفتوا بيتستخدم الاستعمالات دي طول الوقت أنا باقي أتكلم عن الارتباط اللي هنا وكأنه الارتباط اللي هو بمعنين بمعنى الارتباط العاطفي أو الارتباط بمعنى الجوازة الارتباط بمعنى الزواج ده شيء شرعي وبيبقى حلال إذا كان الإنسان عنده هذه القدرات اللي فيها من استطاع منكم الباقة فليتزوق وده معناها إيه؟ إنه آه روح ارتبط إذا كنت متمكن من ده مش معندكش الإمكانيات دي توقف توقف عن الارتباط بمعنى الجوازة إذا ما كنتش مستطيع طيب طيب الارتباط العاطفي بقى الارتباط العاطفي بقى فيه شوية تفاصيل حد بيقول لي ينفع إن أنا ارتبط عاطفين بمعنى إن أنا حب حد الحب كمعنى ده حاجة ما حدش يقدر يمنع دي قيمة الحب ده قيمة فلما تدخل في قيمة أنت معجب بحد وبتحبه دي قيمة ما حدش يقدر يمنعك لكن المشكلة بقى في السلوكيات بقى المترتبة على هذه القيمة إنت هتعمل إيه هتشاغل الحد ده هتشاغله يعني إيه هتفضل تقوله أنا بحبك وتفضل تشوش عليه حياته وتبتزه عاطفيا بهذا الحب آه تبتزه عاطفيا يعني إيه تمنعه من إنه يتحرك إلا بإذنك أو إنه يعمل أي حاجة وأنت ليس عليك سلطان إيه السلطان اللي ليك عليه أن أنت مرتبط بيه اللي ارتباط ده إيه حكمه في الشرع ولا حاجة الارتباط ده إيه حكمه في الشرع إيه ولا حاجة فإذا كان المقصود بالارتباط إن اتنين يبقى بينهم من صلة فتنزله هو منزلة زوجها أو ينزله هو منزلة زوجته فده ممنوع ده ممنوع الارتباط بهذا المعنى ممنوع لكن إنه يكون فيه عاطفة ما بين حد والتاني ده معنى جميل راقي فمن دنسهوش بقى بالمخالفات الشرعية يعني إيه من دنسهوش من المخالفات الشرعية واحدة مرتبطة فيبقى اللي بيقولهولها الشخص اللي مرتبطة بيه مقدم على طاعتها لأبوها وأمها ها ليه يعني نحن عندنا حياة سماعة بر للولدين وقادر ربك قال لا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسانا يعني تسيء إلى أبوها وأمها عشان الارتباطة ايه إزاي الكلام ده أسلحة مرتبطة بيه لا ما ينفعش فأصل الحكاية دي لازم يتضبط كده بالمسترة على الشعر الارتباط ده لو كان معناه إن مخالفة الشرع بأن أنزل إنسان منزلة الزوج أو أنزل إنسانا منزلة الزوجة وإحنا مفيش عقد بينا فده ما بنوع شرع لكن افرد إن إحنا ارتباط يعني عندنا وعد بالجواز الوعد بالجواز هيفضل وعد بالجواز ما يديش لأي حد حوق على التاني لا في حوق ولا في واجبات أمال إيه؟ إحنا متعلقين ببعض يبقى نكلل هذا التعلق بماذا؟ بما يتيح لنا إن إحنا نرتبط أكثر ببعض اللي هو العقد نتجوز طب غير كده يبقى يفضل في حدود الأدب وحدود الأخلاق العامة ده غريب طب أنا بحبه ها جيجعل ده في قلبك وجعل لي ده في قلبك طب لو صرح ترو لا يسمح ده بأي نوع من أنواع التجاوز هو ده الصح إن تسألتيني عن الحدود يا بناتنا بالله عليكم بالله عليكم إحنا الحالة اللي إحنا فيها دي حالة مربكة وأنا عارف إن بقى كلمة الارتباط دي كلمة لها سلطان على قلوب البنات وكلمة كمان بتستغل بطريقة بشعة فخلينا نتق الله سبحانه وتعالى في ده لأن كتير من الحاجات أقول لكم حاجة أنا مش هقدر كمفتي أتغافل عن فكرة إن الناس أو الشخص اللي حصل به الارتباط العاطفي احتمال كبير يغير نظرته ليكي لو إن حصل الارتباط ده فانت سبتي إن أمور ووقعنا في بعض التجاوزات فأنا من دلوقتي بقول لحضرتك الضوابط والمعيير الارتباط آه في كتير من الأحيين الأساطير اللي تكلمنا بيه عن الحب بتضغط على الناس لكن يبقى إن الشرع الشريف أمرنا بالتقوى والتقوى هنا التقوى على فكرة قبل الحب التقوى لازم تغل في الحب الحب الذي ليس فيه تقوى مفسدة ويجعل الناس تكره بعض في المستقبل ويا ما شفنا ده بعد كده فواحدة واحدة الارتباط ده لو كان ارتباطا عاطفيا بغير أي تجاوزات محدش يقدر يتكلم عنه لكن في نفس الوقت نتقل الله سبحانه وتعالى في أنفسنا السؤال اللي بعد كده أنا ليه ليه كلمنا شوية في المعنى ده لأنه في غاية الأهمية في حياتنا السؤال اللي بعد كده أنا متجوزة من أربع سنين ومش مؤسرة مع حد من أهلي زوجي بس هم مش بيقدروا تعبي ومجهودي معاهم ودايما بيطلبوا مني طلبات كتيرة مش بيقولوا تعبانة أو كتر خلا لا أهم حاجة أني طلبهم يتعمل ولو على حساب صحتي أقولك ثلاث قواعد لطيفة في الموضوع ده القاعدة الأولى إيه اللي حاصل؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور يعني إيه؟ أنت بتعمل الكلام ده لله فكالرسي ده حط المبدأ ده في قلبك المبدأ التاني لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه يعني إيه؟ اعمل لي تقدر عليه تقول ما تقدرش عليه خلاص يعني معاك فلوس حاولي تتقرب بالهدايا معاكيش ما تستلفيش معاكي طاقة اعمل لي تقدري عليه لكن ما تفسديش حياتك الحاجة التالتة أرجوكي ما تخزنيش لأن التخزين ده يوديكي في إن؟ يوديكي في حتة مش حلوة إيه اللي حاصل؟ إن قلبك يمتلئ حقد وغل وسواد وهذه قلوب قلوب مسودة دي فتنة إن أنت تحسن لحد وحد ما يحسنش إليك فتنكت وإزاي تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودة عودة فأيما قلبه أشربها نكتت في قلبه نكتت ونسوداء ما تخليش قلبك سود طبعا تشعر تخلي قلبك سود إزاي باللي إحنا قلناه الأول أنت عملت الكلام ده لواجه الله لواجه الله بس مش لحد مش لحد طب إذا كان ربنا يرزقك بقى أن الناس تحبك الله أكبر ماشي توكرنا على الله هبة وفضلي من الله سبحانه وتعالى لأن نرقق قلوب الناس ويبقى قلوب الناس دي معاك أنت طيب الحاجة التانية إيه اللي حاصل اعملي ما تستطيعي ولا تخشي لوم الناس يعني مش عشان أنت خايفة من لوم الناس تعملي وتعملي وتعملي لغاية ما أنت تتعبي وما تقدريش تقوم بواجب بيتك لا لا الله سبحانه وتعالى لا يأمرك بهذا الحاجة التالتة ببساطة خالص لا تراكمي الحقد والغل والضيق في قلبك تلت قواعد اعملي بيها وإن شاء الله ربنا يفتح عليك ويبارك لك في صحتك ويبارك لك كمان في بيتك وفي أولادك احنا يا سادة النهاردة تكلمنا عن التنفسين ويشاء ربنا أن آخر كلام عندنا يبقى كلام عندنا مليء بهذه المسائل اللي فيها نوع من أنواع الضغط على الناس وإتعاب الناس عايزين نتراحم شوي عايزين نفتح باب الرحمة وما نوجعش بعضنا ومن أفضل الطرق اللي ما نوجعش بيها بعضنا أن احنا نترك توحش التنافس توحش التنافس ما فيهش رحمة وإحنا فقرة غلابة مساكين ما ينفعش أن احنا نصل إلى حد لوحوش العبارة اللي بسمعها في التنافس أن أنت وصلت إلى مستوى الوحش ده يجيب لك وحشة وكمان أي خليك إذا توحشت تنهش في دم الناس وفي حياة الناس وفي أعراض الناس التنافس المتوحش بيخليك تأكل لحمة أخيك ميتا تعالوا ندعو ربنا أنه يجنبنا كل مكاره التنافس المتوحش ويملأ قلوبنا رحمة ويملأ حياتنا نور عشان نرى أن مدد النور يكفينا عن كل منافسة تفتح علينا باب الغرور اللهم يا نور افتح علينا أبواب النور حتى لا نكون من أهل الغرور واجعل قلوبنا طيبة نرحم ونرحم حتى نتنافس في الوصول إليك بجمال ما ودعته في الناس من علم وبركة يا رب اجعل كل واحد منا ينتفع بخير أخي حتى تفتح له أبواب رضاك اللهم الرضا اللهم الرضا اللهم الرضا